اشتركوا في القناة 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 واستهدفت نقاط الاطلاق طائرات دون طيال وتجمعات القوات البشرية يبقى غير السفينة دمرت مطار عسكري ودمرت معدات القوات الاوكرانية في 137 منطقة واسقطت انظمة الدفاع الجوى الروسية سلسة صواريخ خمارسة امريكية الصنع ده بيان من وزارة الدفاع عن تدمير محطة وقود بالقرب من مدينة توليسا واستهدفت البلد التحتية لمطار استركوا كونيستا نيتو في مقاطعة خاملي نيتسكي وايضا مجموعة المركز الروسية استهدفت تجمعات القوى البشرية ومعدات المجموعة الجوية التابعة القوات المسلحة الاوكرانية ولواء العسكري 109 و107 ولواء الحرس الوطني في جمهورية دونيسك الشعبية ايضا الولايات المتحدة تكشف عن مفاجأة تعدها الاوكرانيا النظام العصر والجزرة كشفت صحيفة غربية اليوم انها قد يعرض على اوكرانيا خطوات ملموسة لانضمام الحلف شمال الاطلاسي في اجتماع مجموعة الاتصال في المانيا وقد يتم تقديم خطوات ملموسة الاوكرانية لانضمام الى حلف الاطلاسي كده يبقى يعني الحرب مباشر بين روسيا وحلف الناتو واصلا حلف الناتو الحرب مباشر طيب البابا فرانسيس يدعو الى وقف اطلاق النار على جميع الجبهات وخاصة في لبنان عشية الزكرة السنوية الاولى لاحداث 7 اكتوبر وانتبع رفين اليوم 7 اكتوبر وفي نهاية خطبته في الفاتي كان دعا البابا المجتمع الدولي الى انهاء دوامة الانتقام والهجمات التي قد تستغرق المنظمات هل سحبت روسيا السفير الروسي من الولايات المتحدة الامريكية ده يعني فيه حاجات فيه كلام بيقول كده ده كلام خطير جدا اكد الرئيس الجزائر عبد المجيد تابونا اليوم ان الجزائر تجمعها بروسيا علاقة صداقة عميقة وقالك ان الجزائر والروسيا اصدقاء من زمان وقال تابون خلال لقاء الاعلام الدوري مع الصحافة المحلية رفك ما اردت وقناة الجزائر الدولية قالك تجمعنا بروسيا علاقة صداقة عميقة ومصالح مشتركة وقالك ساعدونا خلال السورة التحررية في السنوات السابقة الاولى لاستقلال ولن ننسى فضلهم ونحن نسير مع بعض ولدينا علاقات تجارية صنعية جيدة وقالك من جهة اخرى وفي رده على سؤال فرض التأشيرة على رعاية المغربيين على الرئيس الجزائر ان هناك تحريات تجارية حول دخول عناصر من اجهزة مخابرات اجنبية الى التراب الجزائري بجوازات سفر مغربية وهذا يشكل خطرا كبيرا على بلدنا ويألك ان الشعب المغربي شعب شقيق وانا كن له المودة ونتمنى له الخروج من المرحلة التي يمر بها بسلام والحديث عن طرد رعاية المغربة الذين يعيشون في الجزائر كلام فارغ وعالي من الصحة خبر هام جدا بيقولك مهمة السفير الروسي لدى الولايات المتحدة انتولي انطنوف انتهت اه انا عرف معنى الكلام ده ونحاول نحلله ولكن نشوف الخبر على سفارة روسية لواشنطن ان مهمة السفير الروسي لدى الولايات المتحدة انتولي انطنوف قد انتهت حيث سيغادر واشنطن الى موسكو اليوم على متن طائرة خاصة وسفر على تصريح ان السفير سيغادر واشنطن الى موسكو على متن طائرة خاصة عند الساعة السالسة مثلا بالتوقيت المحلي العشرة بالتوقيت موسكو مضيفا ان مهمة انطنوف كسفير لدى الولايات المتحدة قد انتهت وهل انتهت يعني مش هيبعادة سفير تاني ولا بيتكلم عن الانطنوف وحده لا اعلم وذكر السفير الروسي في واشنطن عن انتوني انطنوف ليلة امس ان روسيا تسير قضية عادة الممتلكات الدبلوماسية المصادرة مع الولايات المتحدة على جميع المستويات ولكن لم يتغير شيء في الموقف الامريكي لاحظ الحتة دي مهمة جدا توقف عندها وتحط 100 خط روسيا بيطالب بممتلكتها الدبلوماسية المصادرة من الولايات المتحدة على جميع المستويات يعني بتتكلم عن الاصول الروسية في اوروبا وفي امريكا وبتتكلم عن مقاطعة الاسكا التي دفعت فيها 700 مليون دولار الولايات المتحدة ولم تكمل التمن قالت ان يعني كل الممتلكات الروسية بيطالب بيها والولايات المتحدة ما قالتش ما قالتش اي رد على روسيا يعني هنا كلام خطير جدا وقال أنتونوف للصحفيين بمناسبة الزكرة السنوية لمصادرة الممتلكات الدبلوماسية الروسية في واشنطن وسان فرانسيسكو قالك نحن نسير باستمراره على جميع المستويات قضية عادة ممتلكتنا الدبلوماسية في اتصالات مع ممثلين البيت الأبيض وزارة الخارجية وأؤكد أنه لا شيء تغير في الموقف الأمريكي طبعا نائب رئيس مجلس الأمن فيروس ديمتري بيسكو فأكد أن الولايات المتحدة أنشأت علي مصادرات الأصول الروسية بشكل غير قانوني وهلك أنه يتعارض مع القانون الروسي والدولي لعين في الوقت ذاته للرد بشكل حاسم وضروري على هذه الخطوة وتفرض الدول غير الصديقة عقوبات على روسيا منذ فبراير 2022 ونتيجة لذلك تم تجميل الوصول السيادية ومال المستثمرين من القطاع الخاص وتم تجميل احتياطات البلاد من النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار وعلى الفور تقريبا بدأ الحديث عن مصادرة هذه الأصول من قبل دول الأجنبية لأغراض مختلفة ودلوقتي بيدوا أوكرانيا منها من فوائد هذه الأصول لتمويل الحرب فيه خبر خطير محدش قد باله منه ويعتبر خبر حصري برلماني أوكراني يدعو لنقل القتال إلى بيلا روسيا دعا البرلماني الأوكراني أوليج دوندا إلى نقل العمليات القتالية إلى بيلا روسيا معتبلا أن ذلك سيوجه ضربة لروسيا يعني عايزين يشغلوهم زي ما عملوا فيين زي ما عملوا في كورس وقال دوندا على أمش مؤتمر للمعارضة الروسية في العاصمة الليتوانية بيلينوس قال لك من المهم نقل الحرب ليس فقط إلى مقاطعتي بريانيسك وكورس بل إلى بيلا روسيا أيضا عادي يوسع وده الحلف النهتو اللي بيعمل كده ويقال لك أنه على قناعة بأنه بعد دخول فصائل صغيرة نسبيا لبيلا روسيا سيوقع الجيش الروسي سلاحه يعني بيقول لك مجرد مدخله سيوقع الجيش الروسي سلاحه مضيفة أن مثل هذه العملية ستمثل ضربة كبيرة لمسكوه أعتبر أن مثل هذه العمليات ستظهر أن روسيا غير مستعدة لحماية الأراضي ويذكر أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوما على مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة للحدود مع أوكرانيا في 6 أغسطس الماضي أوكرانيا تطالب بيلا روسيا بسحب جيشها بعد الحدود من ناحية خايفين من بيلا روسيا ومن ناحية عادين يقتحموا بيلا روسيا ماذا يحدث من أخبار هذا ما ننتظره في الأيام القليلة المقبلة وتحياتي لكم اشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد محدثكم ضريف الأديب تحياتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة